السلام عليكم ورحمة الله هلا وسهلا فيكم أصدقائي أصدقائي قناة ودتوينز طبعا أصدقائي إن شاء الله موضوعنا اليوم عن إنشاء حساب جوجل أدسنز تاني أو تالت أو خامس أو حتى لو كان حساب جوجل أدسنز المية طبعا أصدقائي أنا بنوهان بالنسبة للحلقة هذه الحلقة هذه بتتكلم عن تفعيل البين كود لأي حساب جوجل أدسنز هذا هو أو هذه الحلقة أتمنى منك أنك تتبعها طيب تمام أسيسو طبعا أصدقائي لو دخلت علي أي حساب جوجل أدسنز زي ما أنتو شايفين أصدقائي بالنسبة لقسم الدفعات تمام إثبات الهوية أو البين كود طبعا لازم تفعله من خلال الحلقة اللي نوهتلك عليها تمام زي ما أنتو شايفين أصدقائي تم إثبات الملكية الحساب خلاص جاهز يعني ممكن أنه يطلق مدفوعات لو دخلت عليه إيش ما دخلت خلاص فيه إمكانية أنه أنت تستقبل هاي الدفعات الله يعطي ألف ألف عافية هذا الحساب هل وجد أصدقائي بدي أبلش في الأهم أنا يا سيسو عندي حساب جوجل أدسنز فريد من نوعه لو أنا حبيت أنشئ حساب تاني إيش أسوي بالزبط على أساس أنشئه لأنه على حد علمي يا سيسو أنه جوجل ما بتسمحش لأكتر من حساب جوجل أدسنز طبعا أصدقائي أول شغلة أنا بدي أفهمها تمام؟ وبدأ أخد بالي منها أنا حساب جوجل أدسنز التاني لما بدي أنشئه ليش بدي أنشئه؟ أو لمين بالزبط؟ هل لقناة يوتيوب ولا لموقع ويب إلكتروني؟ طبعا إن كان لموقع ويب إلكتروني فأنت مسموح لك تنشئ مليون حساب جوجل أدسنز لو أنت لحظت هي كمان السيد العزيز حساب جوجل أدسنز تاني زينا صحبي؟ فلي بدأ أوصل لك إياه أنه أنت بتقدر تنشئ حساب جوجل أدسنز أمن مية في المية لكن بدك تاخد بالك من نقطة مهمة لو كان لموقع ويب بدي أجي يا جماعة وبدأ أعمل بطريقة هذه هنا فتحت لساني جديد زي ما أنتوا شايفين هنا تمام؟ اجيت وعملت إضافة وفتحت لسان وسميته شخص واحد وبدأ أجي يا جماعة على عملية تسجيل الدخول وبدأ أعمل إيميل شخصي لنفسي تمام؟ بالشكل هذا حساب جوجل أدسنز باسم مين بدك تعمله يا سيسو؟ طبعا أصدقائي على أساس تنشئ حساب جوجل أدسنز يكون معك سليم مية في المية وينقبل بالنسبة لجوجل أول شغلة اسم الأب واسم الجد خليهم دايما سبتات يعني إشي أساسي يعني مثلا بدي أجي أنا أعمل حساب جوجل أدسنز بدي أجي أسميه مثلا زكي محمد تمام؟ وخلينا أكمل في الشقة التانية أحمد أحمد أسيسو ماشي يا بسوس هاي أحمد أ فاتح طبعا عيلة فاتح أنا بحب أعملها حسابات جوجل أدسنز تمام؟ لو أنتوا لاحظتوا أصدقائي هنا أداني عدة اقتراحات بقول لي إيش أنت حابب من هدول طبعا لأنت بدك إياه والله أنا شايف أنه الاسم هذا يا سيسو طويل هذا الاسم قصير ومصمسم نونة تمام؟ ماشي هاي الاسم هذا أنا راضي فيه قبلته كجيميل فبدي أجي أنسخي الاسم هاد وبدأ أعمله يا جماعة كلمة سر هان طب أسيسو أنت بتسجل حلقة قاعد واحتمالين نسرك هذا الاحساب اهدى بس يا صاحبي اجيت وكتبت كلمة السر زي ما أنتوا شايفين ماشي يا عم بدي أعمل كوبي للكلمة هادي وبدأ ألسقها هان وبدأ أقول له التالي طبعا أصدقائي هالوجد رح يطلب رقم هاتف نصيحة مني إذا بدك تعمل حساب أو إيميل أو أي أن كان لأدسنز بالذات حاول تستخدم رقم هاتف جديد يعني فريد من نوعه تمام هالوجد أنا هاني بدي أجو بدي أضيف رقم هاتف جديد خليني أجو أقول له السيد العزيز طبعا أنا بإمكاني أنشئ حسابين جوجل أدسنز مش حساب واحد لأنه أنا عندي رقم تبع الهاتف بيدعم دولتين للأسف أو دولة فلسطين وما يسمى بالكيان الصهيوني زيان خليني أجي وأقول له 05951 آية سيسو 6 8 وهي 0 4 3 تتايا ماشي عم بسوس سيسو إيميل بريد الاسترداد طبعا لو أنتوا لاحظتوا هاتوا أنا لما عملت حساب جوجل أدسنز عملت كلمة السر قدام عينك وأنا بدي أحمي حالي فبدي أجي يا جماعة على أي إيميل عندي على أساس أستخدمه كبريد استرداد مثلا الإيميل الأصلي SD كذا 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 هي كوبي وبدي أجي أدخل هان وبدي أقول له يا عمي هي بريد تبع الاسترداد هو هذا تاريخ الميلاد طبعا أنا مولود في 1 1 1909 أو 91 تمام أو بقدر أخلي نفس النظام الهوية هاي 28 12 طب الجنس طبعا هذه الشغلة بتخصك أنت هل أنت ذكر أو أنت والله يا سيسو السؤال صعب جدا أجلي يا شوية ماشي يا عم خليني أجي وأضغط التالي يا جماعة بالشكل هاد هاينا أنشأت الإيميل بكل سهولة شايفين ما أسكى الدنيا يا حبيبي يا سيسو والله يا سيسو طلعت دنيتك حلوة طيب تمام هلوقت يا جماعة بدي أجي بدي أدخل على كلمة إدارة حسابك على جوجل إدارة حسابك وين على جوجل بدي أجي هان أنا بدي أأمن لحساب تبعي أنا مسجل فيديو ومبين عندك لحساب طبعا صديق العزيز رقم الهاتف ما أنا ما حققتوش ما أكدتوش فبدي أجي بدي أقوله لو سمحت أكد لي رقم الهاتف عشان لو واحد استخدم كلمة السر تبعتي أنا ما يضيعش مني الإيميل لحساب الأدسنس غالع أقل بي أسيسو ماشي يا عم ماشي يا عم يم صمسم نونا أنت طبعا يا جماعة اجيت وأكدت بدي أجي أقوله يا سيد العزيز الكود اللي وصلني سبعة تلاتة خمسية وستية واحد تسعة ماشي يا عم هاي إثبات بالشكل هدا تم إثبات ملكيته الله يعطيه ألف ألف عافية مين بيضل عند هالوقت يا سيسو بدي أجي يا جماعة وبدأ أدخل هان وبدأ أدخل على نظام التحقق بخطوتين طبعا نظام التحقق بخطوتين هو أنا يعني على حد علمي أنه لازم تسجل كلمة السر أول إشي آه بدأنا ننسى يا سيسو لا مش هاد الكلمة يا سيسو طيب أوكي 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 هاي زد أتش أم آيابسوس دي وف اي تي أتش أظن الكلمة مسامسة منونة وحلوة وهي هدولة بالزيادة عشان الفلفل الأصمر على الكوسة بتطلع أكشن إجيت وضفته أنا بقول لي لو سمحت حط له رقم هاتف زي ما أنتوا شايفين حدد إياه فلسطين مباشرة بقوله يا عمي التالي طبعا إجيت وضفت التالي وصلني كمان ميسج من الشركة تبعد جوجل وبدأ أجي وبدأ أكدو تمام؟ هاي الميسج اللي وصلني يا صديقي العزيز 9-6 آيا سيسو 2-9 آيا حبيبي يا قلبي و7-2 خليني أجي وأقوله التالي بالشكل هاد وأتأكد أنه عملي الدنيا تبعتي طبعا هنا فعالي يا زي ما أنتوا شايفين أصدقائي وضاف رقم 100% هالوقت أنا في عندي هان كلمة اسمها رسائل المطالبة من جوجل أنا منصح كاش أتفعلها مش قوية اللي أقوى منها اللي هو التطبيق هذا يا جماعة تمام؟ بدي أجي وبدأ أفعله هو عشان أنا ما ينسرقش لحساب تبعي أنا كلمة السر بديش أعدلها بدي أخليها موجودة لكن هذا لازم أنا أضيفه لازم أضيفه طبعا بتضغط له على كلمة إعداد تطبيق المصادقة وبتصور في جوالك طبعا بتكون منزل التطبيق هذا على الهاتف تبعك على أساس تأمن الإيميل هذا خلينا نطبقه بشكل عملي وبصلي يا معلم طبعا لو لاحظت يا أصدقائي إجيت أنا وضفت الرمز وكل إشي تمام 100% بدي أجي أكد الرمز من خلال الجوال تبعي طبعا هاي 3, 4, 5, 6, 4 يا واحد وبدي أجي أقول له إثبات هالوقت أنا بمتلك قوة بطول ما إنه أنا محافظ على التطبيق هذا يا أصدقائي بمعنى خليني أعمل عملية رجوع بالشكل هذا لو أنا إجيت وخلصت من رقم الجوال هذا أنا بدي أقول مثلا إنه مش لازمني هاي إزالة بالشكل هذا الله يعطي ألف ألف عافية اخلصنا من رقم الجوال وبدي أجي يا سيد العزيز كمان بدي أجي أدخل على المعلومات الشخصية بالشكل هذا وبدي أقول له يا صديقي كمان رقم الجوال الموجود هنا أنا ما بديش إياه هاي إزالة بالشكل هذا الله يعطيه العافية هيكد أنا بصدفت تطبيق الأمان أو النظام تبع الأمان تمام لو أنا إجيت جماعة ودخلت على الاحساب بدي أقول له تسجيل الخروج سلام عليكم وبدي أجي أقول له تسجيل دخول بالشكل هذا تمام طبعا إذا كان الجوال جديد أو النظام تبعك جديد الويندوز الهاتف الأبصر الشو هيطلب منك الرمز تبع التأكيد اللي أنت عملته هيزد A H تمام هي M وهي D F A T H وهي يا سيد العزيز الرموس تبعته عشان يطلع كل إشي 100% صح تماما صاحبي وبدي أجي أقول له سجلي تسجيل الدخول طبعا لو لاحظت صديقي العزيز مباشرة بيطلب منك تطبيق جوجل وطول ما إنه مش موجود عندك مستحيل تفتح الإيميل إلا من خلال بريد الاسترداد اللي إحنا ضفناه طبعا بدي أجي هانه بدي أقول له 02823 يا سيسو وبدي أجي أقول له تسجيل الدخول بالشكل هذا وبدي أجي يا جماعة كمان أدلعه وأفعل المزامنة إجيت وفعلت المزامنة يا سيسو عشان لو أي شي حفزته في المتصفح يضل حافظه معك طبعا بالنسبة للمعلومات الشخصية أو الصورة تبعتك يا سيد العزيز من السهل أنه أنت تبدلها بتضغط له ضغطة يا هان تمام وبتدخل على الجهاز تبعك وبتضغط له صديقي العزيز على تحميل الصورة من الكمبيوتر تبعنا وبنقول له يا سيسو وين سيسو وين سيسو في يا سيسو صورة إليك هيك حلوة طبعا لا أنا ما عنديش ولا صورة حلوة يا سيسو في النهاية حط لك أي صورة هيك زي بني آدم هذا اللي أنت شايفه شبه مين بالزبط هذا الله أعلم يا بسوس بس أكيد كتكون تم صمسم نونا المهم إجاة وضفت الصورة هذه والحمد لله زبطت مع يا سيسو ممتاز طبعا أنا اسمي يا جماعة هلوقت زكي محمد أحمد فاتح هلوقت أنا جهزت الإيميل تبعي بدي أجي وبدأ أدخل على حساب جوجل أدسنز بدي أجي وبدأ أنشئ أدسنز من نفس الإيميل طبعا ملحوظة بما أنه بدي أنشئ حساب جوجل أدسنز من هنا معناته الأدسنز اللي بدي أنشئه مش تابع لقناة يوتيوب بمعنى لو أنا إجيت مثلا وفتحت الحساب اللي هان تمام زي ما أنتو شايفين أصدقائي إجيت ودخلت هنا لو أنتو لاحظتوا يا أصدقائي هذا حساب جوجل أدسنز على نفس السيستم والنهج لو أنا إجيت ربطته في قناة يوتيوب مستحيل حرفيا أنه ينقبل معك لو أنا إجيت دخلت هنا إيش بقول لي أدسنز فور يوتيوب مستحيل نقبله الحساب ماله غير مقبول والسبب أنه قناة جوجل أدسنز في إلها أساسا موجود حساب فعشان يكاد صعب من نفس الجهاز لكن لو أنت بدلت الويندوز الويندوز تبعك لو أنت بدلته لأي نظام تاني وعملت حساب جوجل أدسنز ربطته في القناة حينقبل معك بشكل طبيعي تمام أتمنى يا أصدقائي النقطة هذه تكون واصلة ماشي يا سيسو ماشي يا سيسو طيب إجينا هلوقته بدنا ننشئ إحساب جوجل أدسنز بالطريقة الاعتيادية لموقع ويب سايت طبعا بدي أجي يا جماعة وبدأ أبحث عن موقع نجوم مصرية نجوم مصرية بدي هو اللي تقدم لي يا لجوجل أدسنز لأنه بنقبل بدون شفرة بدون ما يحتاج أنه أنت تحط الشفرة تبعي الموقع فبدأ أجي يا صديق العزيز بدي أقول له بدي نجوم مصرية لو سمحت يا عمه طبعا هذا هو الموقع يا جماعة هاي يا سيد العزيز نسخ بالشكل هذا وهيني إجيت هانا وقلت له هاي إضافة بدي أجي هام بدي أقول له نعم طبعا أنت من أي بلد والله يا سيسو أنا فلسطيني حتى اسأل عني يا سيسو أخسم بالله أني فلسطيني أنت كمان مش فلسطيني ومن غزة حاضري يا عم بدي أجي وبدأ أقول له أنا من دولة فلسطين صديقي العزيز تمام هذا هو لأنا ما اتوقعته شاب السوس فلسطين فلسطين وينك فلسطين هاي يا سيد العزيز فلسطين تمام فبعد معلمت الدولة يا جماعة فلسطين بدي أجي وبدأ أقول له أوافق على سياسات تبعاتكم حلوة لمصمسمنونة وبدأ الاستخدام AdSense لو أنت لحظت صديقي العزيز مباشر هانا أنا أنشأ لي بوب تابع لجوجل AdSense خلاص تجهل تمام هل وقت هانا بدي أجي ألعب لعبتي طبعا أنا إيش اسمي يا سيسو تعا 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 انت في الإيميل تبعك عشان ما تنساش إيش الاسم اللي عملته والله يا سيسو أنا اسمي زكي محمد أحمد فاتح إلعب يا فاتح ماشي يا بسوس انت يا سيسو من وين طبعا بدي أجي هان بدي أقول له بما أني فلسطيني غزة الجلاء إلعب يا دقيل ماشي يا باب وهانا بدي أجي يا جماعة وبدأ أقول له غزة تمام وهانا برضو بدي أجي وبدأ أدلع أهله وبدأ أقول له قطاع غزة طبعا هيك أنا بكون عملت حساب تابع لجوجل أدسان هانا بقول لي لو سمحت اسيسو هل أنت كتكوتم صمسم نونة عندك رقم الهاتف طبعا الهاتف ممنوع تدخل أي رقم هاتف غلط لازم هو هو يا جماعة فبدي أجي بدي أقول له 05 9 يا يا و 5 1 آيا سيسو و 6 8 0 بالشكل هذا و 4 3 يا وخلينا أجي برضو أقول له رسال طبعا احتمال ما يطلبش رمز معي لأنه هيك أنا ضفته أساسا غد تمام في الإيمان نفسه فلو أنت لحظت هنا بقول لي حصلنا على المعلومات تبعتك يا سيسو و أنت حبيب قلبي وأبصر الشو ده اللعنة المهم وهانا بدي أجي بدي أضغط على كلمة الاستكشاف تمام طبعا هنا بدي أشغل الإعلانات التلقائية لو حبيت أن أشغلها بس كإحتياط يعني مش أكتر من هيك إجيت وشغلتها هاي بقول لي تم تأكيد إعدادات الإعلانات أداني الصحة الثانية أما بالنسبة للصحة الثالث اللي هو موقع نجوم مصرية أنا هيك ضفته أساسا هاي المواقع الإلكترونية بدي أجي يا جماعة و أقول له نعم ألصخته و طلب إجراء الكذا كذا لو أنتوا لاحظتوا يا أصدقائي الثلاث مهام اللي هو طلبهم مني تم تنفيذهم بإيش بنجاح معناته دنيتي حلوة لو أنا أجيت هنا يا جماعة زي ما أنتوا شايفين ما للموقع الموقع قيد التجهيز تمام خلال ساعة حتى كمان أحيانا أقل لمدة 6 ساعات لازم يكون موقع نجوم مصرية قبل عندك بعد ما ينقبل موقع نجوم مصرية يا جماعة اللي بدي يصير كالأتي لو أنت لاحظت صديقي العزيز لو دخلت على حساب جوجل أدسنز هيصير معك حساب جوجل أدسنز نفس الشكل هذا بالزبط الخانات الزرقة راح تلاقيها موجودة عندك بالشكل هذا يعني لو أنا أجيت هنا حالياً فيش خانات زرقة موجودة لكن نجوم مصرية أنا بطلع بأضيفه بس عشان ينقبل ويفتح معي الحساب بشكله الطبيعي تمام عشان يفتح الحساب بشكله الطبيعي بعد هيك دا جماعة بدخل على قسم المواقع وبأجي وبأضيف الموقع اللي بدي أضيفه وبأخذ الشيفرة تبعته وبأضيفه وين ما بدي يعني مثلاً على سبيل المثال أسيسو أي مسال أسيسو مش قصة يعني ماشي عم يعني بدي أجي يا جماعة مثلاً أدخل على الموقع هات تمام خليني أجي على جوكر دي اي تمام يا جوكر أيا سيسو بدي أجي بدي أقول له عرض بالشكل هذا هيا سيد العزيز الجوكر طبعاً بدي أخذ اسمي دومين ضد دي اي هيقص بالشكل هذا وهيني إجيت هنا وهيا سيد العزيز لسق تمام بالشكل هذا وهي موافق طبعاً هو حيدينا شفرة يا جماعة أو إذا ما أعطنيش إياها هو هي مدنيش إياها هان فبدخل على قسم الإعلانات الصفحة الرئيسية نفسها تمام هيا سيد العزيز البدئ بدي أجي بدي أقول له قديني الشفرة لو سمحت طبعاً إجيت ونسختها بالشكل هذا بدي أجي جوة المظهر تمام كلمة المظهر إجيت ودخلت عليها بدي أجي بعدين على تعديل الاتش تي أم أل الاتش تي أم أل لو أنت لاحظت صديق العزيز في كو محسابات جوجل أدسنز هان فبدأ أجي بدي أضغط ضغطها يا هان وبدأ أقول له يا صديق العزيز لو سمحت ضيف لي هذا يا ولدابوي حاضري عم سيسو إجيت وضفت الشفرة يا جماعة ويعطينا ألف ألف عافية وخلص أنا بدي أقول له تم وهيني بدي أشغل الإعلانات التلقائية لأنه مهم أن أشغلها على أساس يكون في قبول لجوجل أدسنز طبعا لو أنتوا لاحظتوا إجيت وشغلتها مية في المية بأقدر كمان يا جماعة أعمل شغلة مهمة هان إيش هي يا سيسو لو أنا إجيت دخلت برضو على موقع جوكر دي إي تمام عشان أنا أسرع القبول تبع جوجل أدسنز ممكن أعمل عملية تهيئة بمعنى هاي قيت أنا إجيت دخلت على الموقع تبعي في عندي الصفحات زي صفحة سياسة الخصوصية طبعا بدي أجي وبدأ أدخل عليها دخلايا بالشكل هذا وبدأ أنسخ الرابط تبعها بس تفتح الصفحة مع يا سيسو صح ماشي يا عم إجيت ونقصات الرابط تبعها بدي أجي بدي أقول له استثناء بعض الصفحات هاي إدارة على كلمة الصفحات المستبعدة وبدأ أقول له إضافة وبدأ أقول له لصقة سيد العزيز بالشكل هات وهي إضافة بالشكل هات بس طبعا لازم أجيم اسم الدومان تمام هاي سيد العزيز اسم الدومان وهي إضافة لا يا سيسو ضي جيم www.asiso masius abudusius ماشي يا عم هاي إضافة ياض ياض ضيف ياض ياض ضيف ياض بدي أجي يا جماعة وبدأ أمسح مين بالظبط كمان www طبعا هو لازم يكون اسم الدومان ضد دي اي وبعد زيل اللي بدك تزيله هاي نزلت الصفحة هادي تبعد سياسة الخصوصية كمان شرط الاستخدام نفس السيستم هاي قاس وبدي أجي يا جماعة وبدأ أضيفها ما بتنفعنيش تعالي هاي لسق وهي يا سيد العزيز هذه الازجادات كل هيتها مع السلامة هاي الصفحة الثانية يا سيسو خلصنا منها مين في ضايل بعد كده يا بسوس صفحة من نحنو طبعا أنا ما بديش أظهر بس عليهم الإعلانات لأنه لو ظهرت الإعلانات في الصفحات معناته فيه تقييد إعلانات حييجي في بداية قبول الموقع وأنا مش معني في هذا الإش نهائي فبدي أجي كمان على صفحة اتصل بنا لو أنتوا لحظتوا يا أصدقائي نفس السيستم بالزبط تعالي اتفضل يا ولدة عمي هاي لسق وهي يا جماعة بدي أجيب للزيادات هذه كل هيتها تمام وبدي أجي أضغط على كلمة إضافة بالشكل هات هنا أنا ضفت الصفحات الله يعطينا ألف ألف عفية بدي أقول له حفز لو أنتوا لحظتوا يا أصدقائي أنا بقول لي استثناءات الصفحات في أربعة تمام يعني لو اشتغلت الإعلانات التلقائية مش رح تظهر الإعلانات التلقائية في هدول الأربع صفحات هيك أنا بكون اتجنب التقييد إعلانات جوجل أدسينز ولما ينقبل الموقع أنا أنصحك كنصيحة يعني واحد شغال في المجال إلغي الإعلانات التلقائية كامل أفضل إلك أنا فعلتهم بس عشان القبول تبع الأدسينز لأول مرة بس تمام لكن بعد هيك الدنيا تبعتك بتمشي خلاص انتهى الموضوع طبعا أصدقائي في حدود من 6 ساعات إلى 12 ساعة بكوني نقبل حساب جوجل أدسينز وفتح معك بنسبة 100% وبتقدر تستغلوا طبعا بزيادة كمان أنا بديك إياها من البداية بتدخلي على جميع الشبكات أو المواقع الإلكترونية عنوين يو أرأل للمعلنين ادخلي على هادي واحذر لي الشبكات يا صديقي العزيز اللي بدي أحط لك إياهم في الوصف تبع الفيديو خليني أجي وأنسخهم بالشكل هذا يا جماعة زي ما أنتو شايفينه أصدقائي هاي كترل ا وهي نسخ وهي مع ألف ألف سلامة بدي أجي وبدأ أخلص من هدول من البداية من البداية جيت وقلت له كوبي بالشكل هذا وهنا يا سيد العزيز حذر كل الشبكات السيئة تمام على أساس تقدر تستفيد يعني من حساب جوجل أدسينز طبعا أتمنى يا أصدقائي هيك تكون الصورة اللي بدنا إياها تصل وصلت وهي كيف تتمكن وتعمل أكتر من حساب جوجل أدسينز وزي ما أنتو شايفينه أصدقائي تمام هيا سيد العزيز حسابات جوجل أدسينز أنا أعملها على نفس الجهاز تمام البين كود ماله مفعل لو إجيت دخلت على أي حساب جوجل أدسينز تمام نفس السيستم بالزبط يعني حوالي فيه 30-40 حساب بس انفعلت بين كود ومهيئات لشغل مستقبلي فأنت أعمل كمان نفس السيستم يعني أنا جاعد أكلمك عن كنز حقيقي ليش تطلع تشتري حساب مفعل بين كود ويكلفك كذا كذا لا ولا يا عم أنت أولى أنك تصنعه أتمنى يا أصدقائي هيك تكون الصورة وصلت كامل مكمل أنا هيك رأي وضحت النقطة تبعت رقم الهاتف يعني رقم الهاتف الجديد ووضحنا نقطة زكي محمد أحمد فاتح سلامة عائلة فاتح جود لك طبعا الله يعطيك ألف ألف عافية أصدقائي وكل التحيات وسلام عليكم